السلام عليكم مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الجيولوجيا وفي اليوم في كايلو دار ان شاء الله النهاردة هناخد حلقة جديدة في الباب الاخير في الجيولوجيا وهو الباب الخامس وده بيكلم على التوازن في الحركة بين الماء والهواء واليهبس النهاردة نتعرض لموضوع جديد خالص يختلف عن الأبواب السابقة وهو بيكلم على التوازن على سطح القشة الأرضية التوازن في القشة الأرضية بيشمل ان سطح الأرض بيبقى عليه مجموعة من التدريس المختلفة هذه التدريس في تغيير مستمر مع مرور الزمن يعني هنا بيشوف الجبال والهضاب والسهول الوديان كل التدريس موجود على سطح الأرض ده نحن نشوفها في حالّة سبت ولكن هذا السببت سبت الظاهر وليس حقيقي ليه؟ لأن الجبال دي في حالة تغيير مستمر مع مرور الزمن peng Date 자신ان في عملين السنين هذا التغيير بيبقى واضحًا بد س眼 الا ان alg pot dealing الضابير مع مرور الزمن يكون لهذا تغيير محتلاء بالتدريس ولكنهذا جبال هو نتعرض nelle القريفan طيز تهم السابر والتي لا تمر طريقة تهم إلا مع مرور السنة. مجموعة من عوامل اسمها العوامل الطبيعية وغيرها الداخلية عوامل خارجية وعوامل داخلية العامل الخارجية نسميه عوامل مناخية لان هذه عوامل تأثر على سطر الارض من الخارج وتشمل المناخ لدينا اثنين الغلاف الجوي والغلاف المائي والغلاف الجوي يشمل مجموعة من العوامل الرياح ثم الامطار ثم السيول ومجموعة الغلاف الجوي وهو الرياح والامطار والحرارة والسيول لان الحرارة والامطار تنزل تعمل غلاف مائي الانهار ثم البحار ثم المحيطات وكذلك السلاجات القطبية كل هذه العوامل الخارجية المناخية تشمل مجموعة من عوامل وكذلك في عوامل الخارجية تأثر على سطح الكشرة من خارج وهي الكائنات الحية والعوامل البيولوجية لدينا نباتات الحانات تأثر على سطح الكشرة من بره النبات يمد جزوره ويفبتت السخور الكشرة من بره تعمل انفاء تحت الارض وتنحط في السخور عشان تحصل على غزاء كل دي عامل خارجية غير المناخ لدينا العامل الطبيعي بتشمل عامل خارجية اسمها عامل مناخية او اللي بتشمل غلافين الجوي والمائي والاتنين اللي بيشملوا الحرارة والرياح والامطار والسيول والانهار والبحار والمحيطات والسلاجات القطبية و still تفتيت لسخورجال اه teat مناخية و السياة تعالية تنشئ punish و ينشأ عنها ضغط داخلي يقص على سطح القشرة يبقى هذا ينشأ بفعل مواد المنصهرة موجودة في جوف الارض ينشأ حرارة كامنة ضغوط مستمرة على سطح القشرة يمكنك تعمل حركات ارضية و تهز القشرة الأرضية الزلازل البركيني زلازل الاتنية والبركينية اما تقصر القشرة والقطل عبره أن ترمأ في شكل بركانية أو تهز القشرة وهي معها الزلازل أو تقلصات في القشرة وهي تقلصات في القشرة معها في حالة التقلصات وعما يمكنها انتفاعات متوجع على سطح القشرة يبقى لدينا العامل خارجي اثنين في عامل خارجيه وعامل داخلية عامل الخارجيه هو عامل مناخيه والعامل الداخلية تسبب حركة المواد المنصرة موجودة في جوف الأرض ينشع عنها حرارة كاملة وتعمل هزات أرضية في ضغط على القشرة الأرضية وهذا الضغط يسبب حدوث حركات أرضية منها المشهورة جداً إزلازل والبراكين وكذلك حركات أرضية خفيفة تؤدي لحدوث تقلصات في القشرة الأرضية ناخد بالتفصيل العامل الخارجية الباب ده كله يخص بالعامل الخارجية فقط العامل الخارجية اللي هي السطحية اللي بتأس على سطح القشرة المبارد العامل الخارجية كلها موجود حتى في الكتاب يقولك العامل الخارجية كلها ليست مدى نشاطها من الشمس وله العامل الخارجية اللي بتستمد نشاطها من الشمس ما هي الطبيعي أن الحرارة ت flight من الشمس الحرارة تسبب 음악شف برياح و 67 للرياء تسبب مباخت مكان وكثير ذلك سقوط أمطار والأمطار تسبب السيول الوقت يسببه طريق الأهن et limits سم البحارin سم المحيطات و كزلك البحيرات ولكن كل العاملي الخارجية ممكن يقول لك ليه العامل الخارجية م Thats wise لان الحراره بتially وذلك انها تأثيرين العامل الخارجية في تأثير هدمي و تأثير بنائي العامل خارجية اللي على سطحه الارض فلاه تأثيرين على عمل هدمة و عمل بنائي العمل هدمي هي يعريع العامل من Whats Litير العمل هدمي ليس عيدة هدمي لان بيقوم بتفتيت الفكشرة من خارجه و العمله بنائي بدأ bagus قبلucksق اعلها تركوينUD او ارتفاع سطح القشرة الارضي مع الترفيب 했تلاً، نحن يتحدث إلى مواقعお願いします الدماء المستوى القاعدي النحت المستوى القاعدة النحت النسوى boil النش Ming المستوى العدو المرتفعات التبغرافية المستقوى قادي للنحت عامل التعريئة الخارجية تحاول الوصول مسقط في الجبال ووصلها مسطح الاد مستوى سطح البحر المستوى التعريئة والسطح الأرض تنحط فيها نهاية لا تسوي بعد سطح البحر سطح البحر سطح البحر ادنى مستوى ادنى مستوى او اقل مستوى يمكن ان تصل عليها عمليات الهدم سطح البحر هو اقل مستوى يمكن لعمل الهدم ان تصل بسطح الارض سطح البحر ادنى مستوى سطح البحر ادنى مستوى يمكن ان تصل عليها المرتفعات التبغرافية المختلفة لكن هنا سطح البحر هو تابع للمستوى قاعد الناحط لان المستوى قاعد الناحط ادنى ادنى يحاول عمل خارجية اللي هي عمل التعريق انها توصل بسطح الارض الآن تستوي مع سطح البحر طالما العمل التعريق بتصل بسطح الارض وتستوي مع سطح البحر اذا سطح البحر ادنى مستوى ادنى مستوى يمكن ان تصل اليها عمليات الهدم وتستوي مع سطح البحر ملحوظة طبعا مهمة جدا ان انت بتقول في عمليات هدم وبناء العمليات الهدم بتفضل تتاكل في القشرة الارضية واللي بيتاكل منها بيوصل لمناطق منخفضة يبقى عندنا هدم بفتت فبالتالي بيعمل على انخفاض القشرة او الجبال والتفتيت بيجي عند منطقة منخفضة بتبتدي ترتفع اذا فيه هدم وبناء والاثنين ماشيين مع بعض الهدمة ماشي مع البناء فوقت واحد لغاية ما يحصل استقل القشرة حقاش قردية يبقى كل عامل خارجية في عمليات هدمة وعمليات بناء الهدمة بيكمل البناء الهدمة ده بيكمل البناء اللي بتفتت من جبل يروح يترس بناء يرفع المنطقة دي والمنطقة المرتفعة بتنخفض اذا هما هما الاثنين مكاملين لبعض الهدم يستمرين مع البناء الى ان يتساوى سطح الارض الا ان يتساوت مع سطح الارض اذا العمليات الاصطأ الخارجية فيها هدم وبناء وهاء الكتا في عمالة الخارجية وفي عمال داخلية وي القدية الاسطوخ الارض عامل الداخليه عامل تدريسيه بترفع القشرة بترفع القشرة او بتسبب تكوين تدريس جديدة اذا طالما العامل الخارجيه بتعمل استوأل الارض بالهدم وبناء مع بعض لو ما فيش داخليه بكالشها ترتفع الجبال تاني لأصبحت الارض مسطحها بلا تدريس ممكن يسأل السؤال ده في الامتحانات يقولك علل لؤلاء عامل الداخلية لأصبحت الارض بلا تدريس لأن العامل الخارجيه بتساعد على أحدوث هدم وبناء فتؤدي لأسلوء الأرض فالوع العامل الداخلية لازبحت الأرض مسطحة بلا تدريس لعنيها بتعيد ارتفاع أجزاء من سطح الأرض مرة أخرى ما المقصود بالتعريه؟ التعريه طبعا من العملات الأساسية في البيت التعريه من العملات الأساسية على السطح القشر الأرضية وتتريد تغيير في منامح الشكل السطح القشر الأرضية أو القرى الأرضي التعريه هو تأثير عامل خارجية على الصخور يعني الصخور موجودة في الجبال ودي مناطق منخفضة التعليقة تعمل على تفتيت الصخور بيعافية على عامل الجو الخارجية ثم تفتتها وإزاحيتها ونقلها يبقى تفتت و بعدين يتنقل تفتيت ثم إزاحة ثم ترسيبه في مكان بعيد عن مناطق التفتيت دا الجبل تفتت بعد ان تفتت يتنقل بعد ما يتنقل يروح يترسل في مكان بعيد عن المنطقة اللي حصل في التفتيت ليعود ارتفاع سطح جديد من سطح الأرض يرفع المناطب الخفضة إلى سطح الأرض يبقى تفتيت الجبل ثم نقله ثم ترسيبه في مكان آخر يبقى فيه عند تلات عمليات تفتيت ثم نقل ثم ترسيب التلات عمليات دول بنسميهم التعريب يبقى التعريب هيتعريفه تأثير عامل خارجية على السخور وتفتيتها ثم ازايه ونقله وترسيبها في مكان آخر معراضة سطح جديد للتعريب سطح جديد لالتعريب يوصل مرحلة ثانية مع تفتيت الجبل س � slit مع التفتيت والنقل والترسيب يبقى حصل هدم مع بناء فوقت واحد بواسطة التعريق إبقى التعريق لو انا انسيتها حتى في الامتحان ممكن اقوله هي تفتيت السخور ثم نقلها ثم ترسيفها في أماكن أخرى بعيدة مش لازم اقوله بقى احفظ ويصار عامل خارجية على السخور وتفتيتها ثم ازحيتها من مكانها ممكن اقوله تفتيت السخور بفعل عمل الجو ثم نقلها وإزحيتها وترسيبها في أماكن أخرى بعيدة وممكن اختصرها خالص ولو انا انسيتها النهائي اقوله تفتيت ونقل وترسيب لان هي التعريق تشمل ثلاث عمليات تفتيت زائد نقل زائد ترسيب تسمى او تساوي تعريق اذا مراحل التعريق زائد قدامكم بينا مراحل التعريق عندنا ثلاثة تجوية اللي هو تفتيت ثم نحته ونقله ثم ترسيبه المراحل دي بيتم ازاي التجوية اللي هي الصخر بيتفتت بنقسمهم لاثنين تجوية ميكانيكية وكيميائية ودي انا اتعرض لها بالتفصيل اللي هي التجوية الميكانيكية والتجوية الكيميائية النقل بيتم بواسطة المية والرياح بواسطة المهوى والمية وده ناخدهم بردو بالتفصيل في الباب ده وعمليات الترسيب بعد ما السخور بتتترسيب في احواض الترسيب هناخدها بتأثير الجاذبية بردو بتأثير عوامل الجاذبية يبقى مراحل التعريق قلنا تفتيت تجوية ميكانيكية وكيميائية ثم نقل بعد النحت والنقل ده بيتم بفعل الهوى والرياح ثم عمليات الترسيب بفعل الجاذبية لما سرعة عمل النقل تقل يبتدي يرسب الفتاب بتاعه في احواض الترسيب اه برضو من ضمن الحياء لحاجات اللي نتعرض لها بالتفصيل بقى التجوية يعني الوقت عندنا قلنا التعريق تفتيت السخور ورقلة وترسيرها التفتيت اللي هي التجوية بقى ده نتعرض لها بالتفصيل فى الحلقة فى الحلقة دي انشاء الله نتعرض لأول عملية من عمل التعريق اللي عملت التجوية اللي هي التفتيت تفتيت الصخر لو الصخر تفتت وتنقل وترسب بسمية تعريف تفتيت ترسيب تعريف وما تفتت تقول عليه تجوية تفتيت ويتنقل ويترسب لكن التجوية تفتت ميقارن تجوية والتعريف التعريه تفتيت اللي هي تجويه وبعدين يتنقل و رح يترصب. طب والتجويه تفتيت بس. اذا التجويه مرحلة من مراحل التعريه. الخشونة الموجودة في هرامات الجيزة تروح للهرم وتوضع لأي حجر من الحجر وتضع يدك على اي حجر تليل الصخور خشنة. طبعا حصل لها 4500 سنة. 4500 سنة فترة طويلة بالنسبة لعمر الانسان. طبعا عملها رياح والامطار وكل كلام بتأثر على الصخور. الحجر الجيلي موجودة في الهرم وبالتالي اصبحت صخور خشنة. كذلك جسم ابو الهول طبعا كان سطحه املس. لكن مع الوقت لقينا في عمليات نحت موجودة ودوقتي احنا بنحاول نعمل عمليات ترميم مستمرة كل كم سنة بيتعمل له عمليات ترميم لجسم ابو الهول بسبب تأثير عمل الجو على جسم ابو الهول لانه مصنوع من الحجر الجيلي. يبقى لما يقول لداتي ما المكسوب بالتجوية اقول ل التجوية هو ممكن اقول له هي مرحلة من مرحل التعريه. لانها تقصد بها تفتيت صخور فقط دون نقلها. تفتيت صخور فقط بفعل عمل الجوية دون نقل. والتجوية هو مرحلة من مراحل التعريه والتفتيت فقط. فعل عمل جو دون نقلها. والتجوية اقول لدينا مثال اول الخشونة موجودة في ارامات الجيزة. بسخور الحجر الجيل موجودة في ارامات الجيزة. حيث تعرضت لعمل التجوية منذ اكثر من 4500 سنة وده عمر طويل بالنسبة لعمر انسان. كذلك سطح جسم ابو الهول كان املس عند نحته ولكن الان في خشونة وتآكل لجسم ابو الهول. وده عشان كده بنحاول نعمل ترميم كل عدة سنوات لجسم ابو الهول. برضو الحاجة المهمة بالنسبة لنا جدا. اللي هي انواع التجوية بقى. انت قلت التجوية تفتيت الصخور فقط دون نقل. يعني الصخور اتفتت وما بيتنقلش. دي التجوية. وخدنا امثلة في الخشونة موجودة في ارامات الجيزة وجيز ممرور. طب انواع التجوية بقى اتنين. عندنا انواع التجوية كام اتنين. تجوية ميكانيكية وفي عندنا تجوية كيميائية. يبقى انواع التجوية كام اتنين. تجوية ميكانيكية وتجوية كيميائية. التجوية الميكانيكية هو ان الصخور يتفتت الى قطع صغيرة من الجبل. يعني عند الجبل موجودة اهو. او الصخور موجودة الصخرة اتفتت وقع. لما امسك الصخرة لي ما اتغيرش في التركيب. يعني كام اقول التجوية كان كده تفتيت الصخرة دون تغير في التركيب. ممكن نقول طريقة تانية. تفتيت الصخرة. الى قطع صغيرة ما احتفظ الصخرة بالمعادن اصلية بتاعته. ما بتتغيرش. يعني عندي صخرة واقع من الجبل. او واقع من طباقة صخرية وامسك الصخرة. امسكه كده. الاقي التركيب هو هو من الصخرة اللي واقع منه. مفيش تغير. eptivelle. اذا اتقل التجوية ميكانيكية تفتيت الصخرة. الى قطع الصغيرة. ما احتفظ الصخرة ده ان LetterKEle من الصخ disabilities. او تفتيت الصخرة الى قطع صغيرة. دون تغير في التركيب الكيميائي مادني. يعني لهما يوجد تغير. نعم هما تدزد موامنيكية كادي وتفتت ا District Act but understand it. صخرة واقع من الجبل ومن الصخرة. كما يوجد تغير في التركيب الكيميائي. ولا المعدني. لما يحتفظ في المعدن الأصلية. اريد ان ا STARKELE. نستطيعo ده صحر الجرانيت ضخ ونست담 стоين سخوره بالفتكار صحر الجرانيت تمثل صحر جرانيت كيفится اسم فلسبهر بوتاسي الفلسبهر هذا الجانيت الزلط ثم ي Nossa كل قطعة تلات معدن سيجب والساخر سيجب اeledت رملة سيجب ان تجب كل حباية معدن واحد سيجب ان تجب معدن واحد فقط. ليه? لان طبعا الحجم هي بيختلف. الحجم الحصى هلاقي التلات معادل اكيد جوه. لكن حجم حبات رمل صغرة جدا. هلاقي كل قطع فيها معادل واحد فقط من معادل التلاتة. يعني هلاقي مسلا حباها فيها مايكا. حباها فيها فلسبار بوتاسي. حباها فيها اكوارتس. حباها فيها مثلا مايكا. يبقى التلات معادل موجودين. بس في الاحجام صغيرة. برضو التركيم متغيرش. ازا متغيرش. ايما كل حباها فيها بعدا. يبقى المايكا موجود والفلسبار البوتاسي موجود والكوارتس موجود. يبقى الصغر ما تغيرش بس ، تقسمي من عجزه هذا. هل التركيب'Dتغير حجم الغير لما تفاتت بس. لما كان في حجم الحصى هل كانت تلات معادل موجودين جوه. موجود motiv كان في عجم الرمل. الي معادل موجودين برضو. بس كل ما تقسمي من عادل برضو. ولكن كل حباها بالتركيم من عجل التين. فالتركيم ما ما احتفظوا بالمعدن الاصلاق بتاعته دون تغير في التركيب او ممكن نقوله تفتيت الصخر الى قدع ما احتفظ الصخر معدنه او تفتيت الصخر الى قدع صغيرة دون تغير في التركيب الكميائي والمعدنية للصخر المثال الواضح قلنا عندنا صخر الجريب يتكون من مايكا وفلسبر بوتاسي وكورتس لو كسنا في حجم الحصى الكبير اللي هو الزلطة كل قطعة فيها كان معدن فيها التلاتة مايكا وفلسبر بوتاسي والكورتس حجم قطعة الرمل الصغره كل قطعة كان مجهور معدن احد المعادن التلاته لكن التلاته موجودين واحده كورتز و واحده بوتاسي و محصلش تغير في التركيب الكيميائي ولا معدن للسخر ما هو العوامل اللي بتأثر في التجوية الميكانيكية التجوية الميكانيكية أكيد السخر عشان يتفتته وتحتفظ بالمعادن الأصلية فيه عوامل بتتفتته بس التركيب ماتغيرش يدينا أمثل يعني العوامل اللي بتأسر في التقالرة مثل هذه عندنا عوامل فيزيائية وعندنا عوامل فيزيائية. إيه هي العوامل اللي إيه الطبيعية? العامل الطبيعيه اللي هي عندنا التمدد الحراري وتجمد المياه وتخفيف الحم بالنسبة للتجمد المياه دي احد العامل الفيزيائيه او طبيعيه احنا بنشوفها في المناطق القبية البريدة لان المياه بتصفها طبيعيه في المناطق البريدة القبية المياه علميه لما بتجمد حجمها بيزيد المياه علميه لما بتجمد حجمها بيزيد لانها بتتمدد حتي لو جبنا في البيت عندنا ازازة مياه وملناها على الاخر وحتي نافر في الازل بيلايه تانيوم تكسرت ايه اللي حصل؟ انت مليت الازازة فالمياه تمددت يعني حجمها زاد بمعدة العشق فكسرت الازازة عايزة تتمدد حتى ما تجيشتراء ازازة حاجة ساعة بيتلاقي دايما العنق فاضي ليه يدي مجل المياه لو ساعت لانها تتمدد نفس الفكرة هنا المياه لما بتجمد حجمها بيزيد بمعدة العشر فتضغط على حواف الصخر يعني عندي صخر كده موجود وفيه شق موجود والمياه داخلت جواه في المناطق الباردة طبعا هي بتتمدد من البرودة لما تتمدد بتضغط على حواف الصخر يعني عن الصخر كده تضغط على حواف تقدل تفتيت الحواف طبعا هم على الوقت الحواف عملت تتكسر وما بتتمدد تمدد مرة وثنين وثلاثة فالسخور بتتكسر الحواف هيحصل ايه بقى؟ الفوتات هيكتر على الصخر طبعا هل صخر تتراكمت فيه الفوتات عليه هيحصل ايه؟ لو الصخر ده على قمة عالية من جبل الكمية هتزيد هتروح واقع وتنحدر من الجبل من فوق هتنحدر من الجبل من فوق وتنحدر وتنزل على صفح الجبل او قعد الجبل تحت هنا بنسمى الفوتات لوية ده بنسمى منحدر ركامي اسمه ايه؟ منحدر ركامي يبقى تجمد المياه بيقدل تكوين منحدر ركامي بيحصل ايه؟ المياه لما بتتجمد حجمها بيزيد حجمها يزيد ايه؟ تضغط الحواف الصخر في المناطق السقبية الباردة تؤدي الى تكوين فتاة على الحواف اذا حصل وزاد التمدد تزيد كمية الفتاة على كمة الجبل وبينحدر من على القمة الى قاعدة او صفح الجبل تحت هنا نسميها منحدر ركامي ممكن في الامتحان يسألني يقولي علل تكوين محدر ركامي في المناطق الباردة ممكن يقولي ماذا يحدث في الحالات الآتية انخفاض الحرارة إذا ماقبث ضد دخل شكوك في المناطق البردة ممكن يؤبหนى باكثا طريقة مالمكسوين من المكسود ممكن لي ماذا يحدث سواء الدخول القبية الباردة او ممكن يؤين ماذا يحدث في حالات حرارة ماذا يحدث في حالاتها كل دي اسئلة واردة ممكن تجي في الحرة أيضة تجمد الماء يتكون عند تجمد الماء داخل الشكوك في المناطق الكوبية الباردة يؤدي لزيادة حجم الماء بمعدل عشر يضغط الحواف في داخل الشكوك ويؤدي لتكوين فتاة ساقري ثم ينحدر من على قمة الجبل المرتفعة إلى سفوح الجبل ويكون حاجة اسمها منحدر ركامي طيب دي عامل طبيعية ماء تجمد في المناطق الكوبية الباردة هناك عامل الثانية طبيعية في السحرى أن تفاوت في المدى الحرارى ازاي السعرى بتتميز بمناطق قر بيبقى والشديد الحرارى بالنار وشديد البرودة بالليل في تفاوت في المدى الحرارى بالمناطق الصحرى التفاوت في المدى الحرارى التغير السرية درجة الحرارى دود بيؤدي الى نوع من التمدد والانكماش للمعادم السخر. لان آخر من استخدام الباب المعادن لأن المعدن هو الوحدة الأساسية بين السخر. طالماثور الصخرة وبارعة مجموعة معادن تتأثر بالتغير في الحرارة والليل من الرد من الصوم.óذا ما للقي مش به؟ معادن الصخرة والليل من الصخرة بالحرارة م selfie بالن31 بالنهار بالمقρο و obtainingدعب بالنزول والمعادن والنقود الانجاب تحتاج لما يبقى الانجاب يوميا بين إطلاق الانجاب يضع العرب ثلاغ و抓ح Margare تستغير بالنهار والليل علي مدار السين يتمدد حرار بالنهار و وradeת المعادن بالنزول فى الدولة هو منél اينتكامش على العرب خص bang بواقق قدمة الانجاب ن剛و从 Angani هيضعف تماسك المعادن يبقى المعادن في الصخر مش متماسكة ضعيفة فيسهل تفتيتها بالتجوية يعني جاد شوية هوا او رياح او امطار خلاص بيات سهلة هشة ضعيفة مش متماسكة سهلة التفتيت برضو من حاجات الاسئلة بتتكره في الامتحانات ممكن يقول لي ماذا يحدث نتيجة تفاوط الماد الحراري بين ماذا يحدث نتيجة تفاوط الحرارة بين النهار والليل سيحدث نتيجة تفاوط الحرارة بين النهار والليل سيحدث تغير في التمدد المنتمشي المعادن حيث تتمدد المعادن بالحرارة نهارا وتنكمش برودة رائلا مما يضعف تماسك المعادن مكون الصخ فيسهل تفتيتها بفعل عامل التجوية ده بالنسبة المين للتمدد الحرارة ممكن يقول لي يعلل تنشع التجوية الميكانيكية في المناطق الصحراوي ده وردوس قال كل دي اسئلة واردة لذلك احنا باللحظة حاجة في الصحرا ان معظم الصحرا فيها فتات صخر كتير معظم الصحرا بيلاقي فتات صخر كتير نتيجة التغير المستمر في درجات حرارة بين النهار والليل على مدار فصول السنة وده على مدار ملايين السنين دائما دائما فتات صخرية متناسلة في الصحرا ممكن اسألت قصة الفتات الصخر في الصحرا اولو بسبب التغيرات المتكررة في درجات الحرارة على مدار ملايين السنين في الصحراء فهيصل تفتيتها بفعل التجوية الميكانيكية حيث تتمدد المعادل بالحرارة نهارا وتنكمش بالبلودة لينا طيب درجاتي انت بتقول درجاتي في عامل بتؤدي في عامل تؤدي الى تفتيت الصخر بفعل عامل الطبيعية انها تجمد المية والتمدد الحراري في واحدة تالتة انا اخدها اسمها تخفيف الحمل تخفيف الحمل الزاهرة دي موجودة بس بتحصل في النطاق ضيق من ازاي تجمد المية بتحصل مناطق كوبية دي مستمرة في المناطق الباردة تمدد حلالي بتحصل مناطق سعراء يومية ومنشوفها لكن تخفيف الحمل لا تحصل إلا في النطاق ضيق ولان لها شروط اولا تدريس تشكل حمل تدريس تشكل حمل على سطح الأرض وكان تحت سطح الأرض هذا تدريس تدريس تشكل حمل على سطح الأرض وهو تدريسAr� ella مادرعة مثلاиса التشكل حملة على السطح الأرض باستثناء تدريس ان الج 호 نتوبه سفوا أسماء سفوا المرونيه هل هناك مقاومة ؟ لا الجبل اتشال والارض اصبحت عادية او مفيش تضريس الجنيه تقولنا هيتمدد لاعلى مش هتمدد كلها هيتمدد اجزاء منه يعني حيثة اللي كان عليها الحمل هتطلع فوق مفيش مقاومة هيتطلع برحته هيتطلع على شكل كور متقشرة ليه مش هيتطلع سليم لان كان عليه حمل هو تحت الارض فهيكسر الارض و هيتطلع في شكل كشور كروية منفاصلة هيتطلع على شكل كشور كروية منفاصلة اقول له ماذا هيحدث في الحالات الاغتية حدوث تعريل وتضريس كان بتشكل حمل لان هناك عندما تكون هناك مجموعة عنوز التضاريس تب تشكل حملة على سخور ناريج وفي اجه الجرانيت تحت الارض حيث يحدث تعريل هذه التضاريس فيخف الحملة على الجرانيت اسفل سطح الارض فبالتالي عندما تزال هذه السخور يحدث تمدد اجزاء من الجرانيت الى السطح الى اعلى حيث تدوجت مقاومة فتظهر على هيئة كشور كوام من باصلة ده تخفيف الحمل اذا انا عندي مجموعة من العوامل الطبيعية الطبيعية والفيزيائية تجمد المياه والتمدد الحراري وتخفيف الحمل تجمد المياه طبيعية في المناطق القطبية الباردة والتمدد الحراري تجمد المياه في السحراء نتيجة تفاوت المدى الحراري ولكن تخفيف الحمل ده في مناطق بتحصل لما يكون فيه تدريس بتشكل حمل على سخور ناجرية جافية تحت الارض زي سخر الجرانيت وهنا ليه لان الجرانيت فيه سفه المرونة ثم عليه تدريس هو تحت مفيش حاجة لما بيحث تخف الحمل بالتعريس وتشالي تدريس ديت بتتمدد اجزاء منه اللي اعلى حسب اللي يتوجد مقامة على هيئة قشور كروية منفاصلة على الصدق فيه نوع من العامل تاني يسميه العامل حياتية او بنسميه العامل بيولوجية او العضوية يمكن نقولها كده يقول العامل طبيعية او العامل الحاسف الحياتية او البيولوجية او العضوية زي ما كنا نتكلم زمان في الصخور بيو كيميائية بايو عضوية كيمية حياتية على اساس كائنات حية او كائنات بيولوجية او كائنات عضوية يبع العامل الحياتية او العضوية او بيولوجية دول تشمل اتنين نشاط النبات ونشاط الحيوان النباتات قلنا ممكن هدينا عامل المؤثر على عاملات التفتيت او على تدريس سطح الارض زي ما قلنا قبل كده عامل سطحية اللي هو نشاط النبات والحيوان دي عامل خارجية بتعمل تفتيت للسخور او تجوية ميكانيكية للسخور كمانا النبات؟ النباتات طبعا بالطبيعي لما يزرع النبات اول حاجة بيعملها بيعمل جزور تحت الارض لوان مجموعة الجزر يتدي عامل جزور تحت الارض ليه بحثا عن الماء؟ بحثا عن الماء خاصة النبات لو كان في مكان مفووش مية بيعمل جزوره اكتر واكتر زي المناط السحروية ودي انا تعرض لها في علوم البيئ ان شاء الله ان الجزور عشان تحصل على الماء تمد جزورها الاسفل وكلما كان مفيش مية على سطح الارض كلما تعمل الجزور يزيد بالتالي لما بيعمل جزوره بيخترق مجموعة من الطبقات تحت التربة بالتالي يؤدي لتفتيت هذه السخور الموجودة في سطح الكشرة العرضية انا عندي الوقتي النبات بيعمل تجوية ميكانيكية ازاي انه بيمد الجزور تحت الارض العماج بعيدة من خلال الفواصل او التربة بحثا عن الماء بالتالي يؤدي الى اختراقه لمجموعة من الطبقات السخرية بحثا عن الماء بالتالي يؤدي لحدوث تفكك وتفتيت مقونات التربة اي السطح الخارجي للقشرة العرضية بالتالي يعمل تجوية ميكانيكية ليه لان النبات هيعمق مش يعمل تفاعل كيميائية هيامل تفتيت للسخور بس like mutta مش تفتيت لا تجوية ميكانيكية طب من لدي النشاط الحيوانات هل السخور بيعمل تفتيت للسخور برضو؟ أه طبعا بيعمل تفتيت للسخور برضو انك ت其实 يعمل أمثgio تافتيت تفتيت الحشرات ب Lion Hiiri Yara زي ما ناخد في علوم البيئة إنه بعد انواع من السلحة فى الصحراوية الاحث لن؛تك شتوي وفي بعض انواع الحشرات بتعمل في حفرة تحت التربة بحث عن الغذاء وبالتالي هيدي لتفتكك التربة وتعرضها لانها تصبح سهلة لعملات التجوية طالما الحيوانات عملت انفاء تحت الارض او عملت فتحات تحت بحث عن الغذاء اذا التربة هنا هيصبح مفككة تربة طالما مفككة هيسهل تعرضها للنقل والحركة بسهولة بعملات التجوية ويحصل تفتيت للسخور وبالتالي تتعرض لعمل التجوية الميكانيكية يبقى عندي التجوية الميكانيكية في عامل بتأثر فيها اثنين وان عامل طبيعية فيزيائية تشمل التمدد الحراري تجمد المية تخفيف الحمل في عندي عامل حياتي او بيولوجية وتشمل نشاط النبات ونشاط الحيوانات وكلها تؤدي لتفتيت السخور الى قطع صغيرة دون تغيير في التركيب كميما المعدني وبالتالي يعني الصخر يعتفز بمعدنه الاصلية وان شاء الله للحلقة القادمة ان شاء الله هنعرض التجوية الكيميائي بالتفصيل وهنعرف ان الصغر بيتفتت مع حدوث تغيير في التركيب الكيميائي والمعدني باذن الله ان شاء الله والسلام عليكم وبركاته اشتركوا في القناة